لكن عندما ادرك هذه الحقيقة المهمة انه الله محبة ان الله يحبني انا شخصيا هذا طبعا بخليني اتمتع انه فعلا اذا الله بحبني الله عنده مخطط رائع لحياتي وهذا التخطيط الرائع لحياتي انه الله فعلا بيدور على مصلحتي بيدور على خلاصي الله عم بيبحث عني ولاحظ من بداية الايام حتى لما اخطأ ادم وحوى الله اخد زمام المبادرة بموضوع الذبيحة يعني الذبيحة ما كانتش فكرة ادم ولا فكرة حتى موسى ولا اي فكرة اي انسان الله هو اللي البس ادم وحوى اقمسة من جلد فاذا هذه كانت ارادة الهية فكرة الهية وكانت ايضا مبادرة الهية ليه ملهاش اي تفسير لانه الله بحب الانسان لذاتي مع بني ادم الله بيتمتع بالتحفي اللي خلقها مع انه هاي التحفي تشوهت الصورة وتلوثت وفسدت امام الله اشتركوا في القناة